وصف رئيس الأمريكي جو بايدن تواغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية معضلة حقيقية للرئيس الروسية وقال بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع كييف بشأن العملية على الرغم من أن البيت الأبيض قال في وقت سابق أنه لم يشارك في أي جانب من جوانب التخطيط أو التحضير وفيما تؤكد كييف أنها حققت المزيد من المكاسب على الأرض أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 117 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة صواريخ تكتيكية فوق عدة مناطق روسية في واحدة من أكبر الهجمات الليلية خلال التصعيد